طيب، ضربة الجزاء أو الفاول ضربة الجزاء للنادي الأهلي أو الفاول اللي يستحقه عمر السيسي نتيجة اشتراك وسام أبو علي معاه اللقطة اللي كانت مقدمة هدف محمد مجدي أفش طبعاً الناس انقسمت يعني محاولتش طبعاً دي اللقطة اللي بتكلم عليه تحديد أنا الحقيقة يعني مش قصتي خالص مش هتكلم في إنها ضربة جزاء صحيحة لأهلي ولا فاول مستحق لمدر أنا هتكلم على صفارة كابتن محمد عادل خد بالك ما بين الكرة دي ما بين اللقطة دي ووصول الكرة أو تصليح الكرة ووصولها لمحمد مجدي أفش لو ممكن نلعبها بس بالبطيء سلو موش بالزبط من هنا كل ده حصل يعني الاشتراك أو الالتحام اللي حصل وهم مش واضح مين اللي اعتدى على مين هل وثام أبو علي هو اللي احتكب بعمر السيسي ولا عمر السيسي اللي رامى تقلو على رجل وثام أبو علي اللي مين فبالتالي لها وعليها يعني نختلف عليها تحكميا وأغلب استوديوهات التحليلية وأغلب الخبراء التحكيم اختلفوا عليها والجمهور كمان نقسم عليها فيه ناس قدتلك دي يعني ممكن تتحسب بانلتي لصالح وثام أبو علي ونسألتلك لأ دي فاول صريحة لوثامه وبالتالي فاول لمودن سبورت لكن انا اللي يهمني بقى ولي يخصني في الموضوع هو اللي انا جاي اتكلم مع حضرتك فيه من لحظة لمس الكرة نتيجة الاشتراك والتدافع لانا مش عارف بصراحة مين اللي صلحها هل في حد لمسها أساساً يعني هل وثام لمس الكرة عمر السيسي واضح تماماً انه ملمس الكرة تمام؟ فبالتالي من اللحظة دي الكرة تصلحت الكرة تصلحت لمحمد مجدي أفشة ومحمد مجدي أفشة شاط الكرة وكرة راحت قطعت طريقها من رجل محمد مجدي أفشة لغاية الشبكة كل ده حصل وكابتن محمد عادل ما خدش قراره والصفارة بتاعته ما طلعتش ليه؟ والسؤال هنا ليه؟ أنا شايف إن وثام هو اللي لمس الكرة بصراحة يعني أنا شايف الكرة دي وثام هو اللي وصل للكرة الأول فهي لو ما تحسبتش ضرب الجزاء فهي تتحسب هدف لمحمد مجدي أفشة واللي يزود علامات الاستفام هنا هو تأخير صفارة كابتن محمد عادل نبص هنا سيبك من الكرة واسيبك من وثام وعمر السيسي بص على كابتن محمد عادل رفع يده بالصفارة ورح بكمل اللعبة لغاية هنا بالنسبال وما فيش خطأ الكرة وثت لأفشة وقفشة شاط وكرة راحت للشبكة وبعد كده كابتن محمد عادل قرر أن هو يصفر ويعتبر اللعبة مخلفة السؤال هنا ليه؟ وإيه هو سبب تأخير كابتن محمد عادل؟ دي الحاجات اللي بنتكلم فيها أنا هنا لا تكلمت أنها ضربة جزاء مستحقة ولا تكلمت أنه هدف صحيح ولا تكلمت أنه فاول لمدر مش قصتي في النهاية أنا مش خبير تحكيمي وفي النهاية القرارة تأخذ والمباراة انتهت ولكن لو انتهت المباراة دي لو انتهت المباراة دي بنتيجة تانية غير فوز النادي الأهلي أنا بقول لحضرتك الاتهامات اللي كانت هتبقى على التحكيم في مصر وعلى كابتن محمد عادل لا نهاية له ليه برضو بقول الكلام ده؟ لأنه في مواسم كتير جداً كان للتحكيم قرارات ضد النادي الأهلي ومع منافسي النادي الأهلي أو لصالح منافسي النادي الأهلي تسببت في التأثير على وجهة اللقب فبالتالي نتمنى نتمنى الحرص كل الحرص لحكامنا ولهم منا كل التقدير والاحترام وأنا أكتر واحد حريص أنه بس أنا حرصي الواحده مش كفاية يعني حرصي الواحده على مكانه وعلى هيبة التحكيم المصري وعناجح منظومة التحكيم المصري مش كفاية فيه صراعات كتير فيه عدم قبول لفكرة المشرفين الأجانب أو رؤساء لجانة التحكيم الأجانب برضو وارد وعندنا من الكواليس كتير بس ما نطلعش نتكلم فيه فيه صراعات داخل أو بين الحكام المصريين سابقين أو حاليين آه فيه كل ده أثر على منظومة التحكيم في مصر آه أثر لكن نتمنى نتمنى يعني أنه التحكيم المصري ترجع ثقة مبدئيا فيه مرة تانية عند جماهير الكورة المصرية مش بس عند جماهير النادي الأهل طبعا هدف إمام بصناعة أفشة وهدف تاو بصناعة رضا كانوا كافلين بحسم الثلاث نقاط وإن كان لنا أكتر من وقفة فنية مع مباراة مباراة لأن أنا أقولت لكم أنا بعتبر كل المصرات اللي باقي للنادي الأهلي مصرات صعبة ترجمة نانسي قنقر